يوم الثلاثة اللي فات ظهبت شرطة في سيدي براني في مرسم أطروح قاتل شاب عنده 35 سنة للأسف كلنا عارفين ان الأخبار دي من كتراء بتعدي بعد أول يومين ثلاثة بالكتير يعني مهما عملت من قلق في المنطقة اللي حصلت فيها ودي مصيبت المصايب الحقيقة ان جرائم زي دي تتكرر بالشكل اللي يخليها عادية بس جنب ان مهمتنا كمواطنين اننا نتكلم عنها ونقل بالدنيا عشان ما تتكررش وما تبقاش عادية وما توصل لنا شحنا وأهلنا محتاجين كمان نبص على الملف اللي فتحته جريمة سيدي براني وهو الأوضاع المأساوية اللي عايش فيها أبناء مطروح وأبناء الصحراء الغربية عموما ايه تفاصيل الموضوع ده؟ هيا بنا نشوف لسه ما فوقناش كمصريين يعني من تأثير الجريمة الباشعة بتاعة ظابط الجيش اللي من كتر عقدة التعالي على باقي المصريين اللي شكلهم بيرضعوها في أجلس الدولة الأمنية دهس أسرة كاملة في مدينتي فأتل الأم الدكتورة الصيدلانية وشوه ولادها الثلاثة لسه ما فوقناش من ده راح ظابط شرطة في مطروح مكملها بقاتل شاب في سيدي براني بدون أي مبرر ولا سبب أمني ولا قانون وطبعا الأمن والقانون في أي مكان نص محترم بيقولوا أن المواطن اللي يرتكب مخالفة أو حتى جريمة يتقبض عليه ويتحاكم والقضاء هو اللي بدت في أمره والأمن والقانون برضو بيقولوا أن لو مواطن حتى لو مجرم ومدان حاول يهرب من الشرطة حتى أنت لو كفرد أمن اضطررت تضرب عليه نار فتضرب عجلات عربيته أو حتى تضربه في رجله أو أي مكان غير قاتل لكن في مصر فرد الأمن أو الجيش شايف أن من حقه يقتل أي حد فينا من غير سبب وبالكتير هتتعمل قضية سورية هياخد فيها براءة ويكمل حياته وشغله عادي جدا اللي حصل في سيدي براني هو أن فيه شاب اسمه حفيظ عبد الرب واسم شهرته فرحات المحفوظ لأنه من قبيل اسمها المحفيظ يعني جزء من قبيل أولاد عالي المشهورة اللي بتعيشه مطروح وبتمتد لغاية حدود ليبي يعني فيه كذا رواية لقتل فرحاته الأورانية بتقول أنه كان قاعد قصاد محلات بيملكها منها محل سيارات وجيت حاملة أمنية من المباحث والأمن المركزي وحاولوا يقبضوا عليه من غير سبب فدخل في مشدة كلمية مع زباط الحملة فرح واحد منهم وبشكل طبيعي مطلع مسدسه وضربه ثلاث رصاصات في صدره الرواية التانية بتقول أنه فرحات كان طلع من سوبر ماركته وجيت الحاملة حاولت تقبض عليه فدخل معها في مشدة كلمية خد بالك كلامية فالزابط رح مطلع طبنجته وضربه ثلاث رصاصات قاتله يعني أيا كانت الرواية فالمتفق عليه حاجتين أنه فرحات اتقتل على إيد زابط شرطة وأن الحوادث دي بتتكرر كتير في مطروحه الصحراء الغربية ولأن الآتل زابط شرطة يعني من البشوات اللي المفروض أن مهمتهم حماية وتطبيق القانون لكن هما شايفين نفسهم فوق القانون فزي ما حصل تعتيم على قضية قتل صيدلانية مدينتي على إيد زابط جيش وما فيش أخبار عنها الغد دلوقتي وكل اللي نعرفه أن النيابة العامة والنيابة العسكرية المفروض أن هما بيحققوا في الموضوع نفس القصة حصلت مع جريمة سيدي براني مع فرق واحد وهو أن الغد دلوقتي اسم زابط الشرطة ما تنشرش ويتنشر ليه؟ عشان قتل مواطن وحرب منه أهل وولاد ما يغوروا في داهية كله بس إحنا إزاي نجرح أسرة زابط شرطة لمجرد أنه قتل مواطن ودمر حياة أسر المهم بمجرد انتشار خبر قتل فرحات مطروح قامت وأهله ومعاهم باقي القبائل في سيدي براني عملوا مظاهرات وحصروا اسم الشرطة وحدفوا بالحجارة والدنيا ولعت وقطعوا الطرق الرأسية هناك وفي الزحمة والدربكة دي عربية دهست أمين شرطة والملابسات مش واضحة لغاية دلوقتي الجيش اتدخل ورح واخد الزابط القاتل مخبيه عنده في مكان عسكري وقيادات الجيش هناك قعدت مع مشايخ القبائل عشان تهديهم وطلبوا منهم يهدوا الشباب الغضبان مدير أبنه مطروح قعد مع مشايخ القبائل هو كمان طول جيش فمش مستاهلة يعني أهل فرحات رفضوا الحل ده وقصروا ان القضاء ياخد مجرى والزابط القاتل يتحكم وصد الوضع المؤلع ده خصوصا وانه جاي بعد أيام من جريمة مدينتي وبعد أيام من الصمت النيابة طلعت بيان وقالت انها حولت الزابط وخمسة تانين للمحاكمة في أحداث دي برانه بس بيان النيابة لما تبص فيها هتلاقي انه تمهيد لتبرئة الزابط بل وتلبيس أهالي القاتل مشكلة كبيرة ازاي بيان النيابة قال ان الزابط الشرطة يعيني وهو بيقدي وجبه في خدمة الوطن حاول يقبض على القاتل بس الأخير ده جارب عربيته بسرعة وكان هيدس الزابط اخد بالك بقى من الجملة الجاية دي النيابة بتقول في بيانها انه لما القاتل جارب عربيته وكان هيدوس الزابط طلعت طلقات من سلاح الزابط جيت في القاتل فمات بس معنا كده الزابط طلع براءة من قبل ما يتحاكم لانه ان كان ضرب نار فكان بيدافع عن نفسه بالإضافة لان طلقتها طلعت لوحدها هو مضربهاش على حاجة بان النيابة كمان قال ان اهالي المنطقة المخربين عملوا احتجاجات وحصروا اسم الشرطة في سيد براني وحدفوه بالحجارة ودسوا أمين شرطة العربية عشان كده الشرطة قبضت على تمانية منهم وعشان كده مجموعة منهم اتحاولوا اللي المحاكمة مع الزابط يعني الزابط طلع براءة خلاص واللي هيتحبس بتهم التخريب المنشآت العامة هم أهالي الأتيل لغاية دلوقتي دي التفاصيل اللي عندنا عن الموضوع بس الجزء الكبير من القصة هو الأوضاع المحزنة اللي بيعيشها أهالي مطروح من أبناء الخبائل واللي جريمة قتل فرحات هي جزء منها زي ما تقتل غيره كتير جدا على إيد الأمن وما حدش عارف عنهم حاجة معاناة أهالي مطروح مع السلطة في مصر بدأت من سنة اتنين وخمسين لما جي نظام يوليو واللي لقى نفسه قصاد قبائل عادتها ولهجيتها غريباً بالتالي كان الحل لإحكام السيطرة على القبائل دي هو القمعة والقسوة الأمنية وده المنهج المستمر لغاية دلوقتي صحيح نتكام سنة اللي فاتوا يعني الدولة عملت شوات مشروعات في مطروح والصحراء الغربية بس دي مشروعات لا هتفيد الأهالي هناك ولا هتفيد مصر كلها لأنها مشروعات عملها النظام من باب الاستعراض زي مشروعات ضبعة بتاع المفاعل النووي الغريب اللي محدش عارف عنه حاجة ده بحجة إنتاج الكهرباء وزي مشروعات العالمين الجديدة اللي مش معمولة عشان المصريين أصلاً المشروعات دي أصلاً جزء من محنة أهل مطروح لأن الدولة بسببها هجرت كتير من السكان من مناطقهم بعيداً عن المشروعات الشكلية دي معاناة أهل مطروح والصحراء الغربية مستمر المعاناة دي سببها الأساسي والوحيد أمني والأمن بيسحى الأهالي المنطقة هناك بحجة كتير أهمها تهريب البضايع والسلعة بين مصر وليبيا وتهريب المخدرات وكام سنة اللي فاته استجد سبب جديد وهو تهريب البشر يعني الهجرة الغير شرعية عشان الأسباب التلاتة دول دايماً فيه حملات أمنية بلا سبب أكبر جريمة قتل جماعي عملها نظام السيسي ضد أهل الصحراء الغربية ومطروح وطبعاً احنا معرفناش عنها غير من الإعلام الغربي هي جريمة العملية سيرلي العملية اللي بدأت في 2015 على شكل تعاون عسكري بين نظام السيسي وفرنسا بحجة تأمين الحدود الغربية مع ليبيا ضد الإرهاب لأن ليبيا كان فيها معارك بين الشرق والغرب بعد شوية من بداية العملية اتضح إن مفيش إرهاب بيهدد مصر من هناك فالعملية اتحولت لمكافحة التهريب وبقت طيارات فرنسية ومصرية بتضرب سواريخ على عربيات النص نقل بتاعت الناس اللي النظام بيقولوا إن هم مهربين تخيل يعني عمليات تهريب المفروض إنها تتواجه بالشرطة أو بقوات حرس الحدود بقت بتتحرق بسواريخ الطيارات وهنا طبعاً طبيعي إن يموت آلاف الأبرياء اللي لهم مهربين ولا يحزنون بس كل زنبهم إن الواحد منهم كان رايح مشوار عادي جداً بعربية نص نقل عشان كده العملية دي اتقتل فيها آلاف المدنيين بعض التقديرات بتقولوا إن هم أكتر من أربعين ألف إنسان من أهالي مطروحه الصحراء الغربية وفضل الموضوع ده مستخبي لغاية ما اتنشرت عنه تسريبات صحفية في الألام الغربي في نوفمبر 2021 بخلاف الآلاف اللي اتقتلوا في العملية سرلي فيه مدنيين تانين كتير اتقتلوا في مدهمات أمنية في مطروحه غيرها يعني سواء بشكل مباشر أو نتيجة إن المدهمات دي ما فيهاش احترافية أمنية يعني مثلاً كان فيه قوة من الشرطة بتطارد مجموعة شباب بتهم التجارة المخدرات من أربع شهور ولأن الشرطة عندنا بتعرف تقتل وبس وتقتل مدنيين المطاردة اتسببت في انهيار صور لواحد من المباني والصور ده وقع على طفل صغير فما تفونا حامل أمنية تانية من فترة قريبة برضو قتلت شاب من مطروح قصاد أمه ده غير شاب تاني من مطروحه اتقتل في منطقة راس الحكمة من حوالي أربع سنين وتقال وقتها برضو إنه كان سايق عرويته بسرعة عشان يهرب من الشرطة وشاب تاني في مدينة الحمام اتقتل هو قاعد قصاد بيته وفي كل حوادث القتل اللي بترتكبها الشرطة هناك مفيش فرد شرطة بيتحاكم وفي المرات الأوليلة اللي حصلت فيها محاكمة كانت محاكمة سورية والمجرمين أخدوا براءة زي ما غالباً هيحصل مع الزابط اللي قتل فرحات المحفوظة بل إن جسس اللي تقتلوا من أهل مطروحه الصحر الغربية اللي بيموتوا في حاملات الشرطة فأغلب الأحيان بتتدافن في الصحر من غير لبيانات ولا اختار لأسرهم في مطروح كمان الطبيعي جداً لو ليك قريب أو صاحب محجوز في الاسم لأي سبب وتروح تزوره طبيعي إنك تتحط معاه في الحجز وتتلفق لك قضية مخدرات أو هجرة غير شرعية أو سلاح عشان البشر الزابط يقفل ورقه والطبيعي جداً إن لو في حد مطلوب للشرطة لأي سبب يتقبض على أبوه أو أخوه أو حتى أمه لغاية ما يسلم نفسه أي صاحب بتحكم مواخدين الشعب رهين فيما تروح كمان الطبيعي إن لو كمين شرطة وقفك وانت ماشي وبالصطفة لأ معاك أي مبلغ فلوس هيتخذ منك الفلوس وترجع من غيرها ده لو أنت نفسك ما تحبستش عشان برضو تتلفق لك أي قضية زي ما حصل قبل عيد الأطحى اللي فادة مع مجموعة شباب كانوا رايحين سيوى عشان يشتروا تمور وزاتون وكان معهم 40 ألف جنيه وفي الطريق الشرطة وقفتهم وقبضت عليهم مع إنهم مش متهمين ولا حتى مشتبه فيهم في أي حاجة وأخذت فلوسف الفكرة كمان إنك لو اعترضت بتهمت حيازة سلاح بدون ترخيص المسكين اللي راح يزور أخوه لقى نفسه متهم إنه رفع صوته وهو بيكلم الباشا الضابط والضرب وتهان والضابط أكبره يبوش رجل واحد من المخبرين محنت أهالي مطروح والصحرة الغربية مع الأمن ما بتقفش عند الاعتقال والتعزيب لأن حتى بعد ما النيابة تديهم إفراج من الأضايا المتهمين فيها أغلبهم الشرطة بتخفيهم قسريا وتدورهم في أضايا جديدة ما يعرفوش عنها حاجة ورغم بشعة اللي فات دا كله إلا إن المعاناة دي زادت بعد ما في نص شهر يونيو اللي فات حصلت حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية على سواحل اليونان المركب دي كان فيها أكتر من 700 مهاجر منهم أكتر من 250 مصري والمركب مات أغلب اللي فيها وما نجاش من المصريين اللي فيها غير 43 شخص الحادثة دي الإعلام المصري عمل عليها تعتيم كبير لأنها بتحرج النظام اللي بيقول لأوروبا دايما إنه خلص على ظاهرة الهجرة الغير شرعية غرق المركب دي كان سبب حملات أمنية وحشية كبيرة في مطروح اللي الأمن بيتهم كتير من أهلها إن هم سمسرة للهجرة الغير شرعية عشان كده الشرطة عملت حملات كتير وقبضت على الناس كتير وتحقيقات بقى والتعاذيب وتلفيق تهم من كتر وحشية التحقيقات اللي عملها اسم شرطة سيد براني مع أهلي مطروح بعض المحامين هناك اشتكوا للنيابة من رئيس المباحث في الاسم قبل أيام قليلة من جريمة قتل فرحات واللي يقال إنه تقاتل على ايد نفس رئيس المباحث ده الجرائم الكتير قوي دي من الدولة فحق أهلي مطروح حط جنبها مشاكل كتير تانية في طبيعة الحياة نفسها عشان تفهم الجحيم اللي الناس دي عايشة فيه مطروح مثلا عندها مشاكل في نقص الماء والكهرباء والمدارس هناك قليلة جدا ومش مناسبة لعدد السكان يعني كل ظروف الحياة زفت وفوق كل ده قمع الأمن التفاصيل دي شابه الوضع في سينة والاستمر عقود طويلة وفي الآخر نتجت عنه ظاهرة الإرهاب وطبعا ده حسب رواية الدولة لأن الإرهاب جزء كبير منه صناعة الدولة نفسها من خلال الإرهاب الأمني اللي بتصبوا على المواطنين بالتالي مش مستبعد أبدا نتيجة الأوضاع اللي في مطروح إن هي كمان تتحول لبؤرة عنف نتيجة كفر الناس بالدولة اللي مش مأسرة الصراحة في تكفير الناس وساعتها السيسي والمسؤولين يطلعوا يلطموا ويندبوا حظهم على حرب الإرهاب اللي ما بتخلص واللي معطلة تنمية البلد الخلاصة يعني إن في حتة في مصر اسمها مطروح الدولة بتتعامل مع أهلها باحتقار مش مفهوم وكأنهم دو خلاء على البلد مش مواطنين فيها وأهالي مطروح ومعهم كل أهل الصحراء الغربية بيتعامل فيهم كل حاجة من أول التهميش والحرمان من الخدمات لغاية القتل في الشارع ووسط عيالهم وقصاد أمهاتهم وبعد كل ده الدولة بتستكتر على كتير منهم حتى أنهم يتدفنوا دفنة طبيعية الملاك ده مستمر من عشرات السنين وجريمة قتل زابط الشرطة الفرحات شالت الغطع عن اللي بيحصل هناك بس يقسفني إن أقولك إن مفيش أمل إن الجرائم دي تنتهي قريب لأن النظام مضغوب ومأزوم اقتصاديا وسياسيا وغيره وما عندوش دايما غير البطش الأمني عشان يفضل راكب على الناس والمشكلة إن الضغط المستمر ده لابد في يوم ينفجر ونشوفكوا على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة